السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلبنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 9 من الفصل الثامن سنتناول أو سنواصل الحديث عن الكلاسيفيكيشن أوف فرس ألويس سنتناول الآن تصنيف الصلب تبقى للألويونج إليمنت يمكن أن نسمي الصلب تانجستان ستيل أي الصلب المضاف إليه عنصر التانجستان أو فاناديام ستيل أي الصلب المضاف إليه عنصر الفاناديام أو نايوبيام ستيل أي الصلب المضاف إليه نايوبيام ستيل نيكل ستيل أي الصلب المضاف إليه عنصر النيكل أو مايكرو آلوييد ستيل وهي مجموعة من العناصر التسابقية تضاف إلى الصلب بحيث أن تكون نسبتها بسيطة لذلك سميت بالمايكرو آلوييد ستيل تصنيف الصول بتبقى لي carbon content يمكن أن يسمى الصول بlow carbon steel إذا احتوى على كربون من نسبة 5% لـ 25% كربون أو medium carbon steel إذا احتوى على نسبة كربون 35% إلى 5% كربون high carbon steel وده إذا احتوى على كربون من 55% 55% إلى 1.5% كربون